السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس اليوم في الوحدة الثانية المجالات الكهربائية وقانون كولوم لين الى واحد المجال الكهربائي تحدثنا في الصف العاشر عن تجربة بنجا من فرانكلين لاستقصاء البرق كجزء من دراسته للكهرباء الساكنة ونلاحظ اليوم أهمية الكهرباء الساكنة في عدد من التطبيقات مثل عملية تصوير الوثائق ورش المحاصيل الزراعية ويمكن تفسير كل هذه التأثيرات بما يسمى الشحنة الكهربائية فالشحنة الكهربائية هي خاصية لدى الجسم تجعله يتأثر بقوة تجاذب أو تنافر عندما يوضع في مجال كهربائي ولفهم الموضوع بشكل أفضل فإننا نلجأ إلى النموذج الذري فكل مادة مكونة من ذرات والذرة تتكون من نواه موجبة الشحنة تحتوي على بروتونات موجبة ونيوترونات عديمة الشحنة ويدور حول النواه إلكترونات سالبة في مدارات الذرة متعادلة كهربائيا أي أن عدد البروتونات الموجبة يساوي عدد الإلكترونات السالبة والبروتونات والنيوترونات مرتبطة بإحكام داخل النواه لذلك لا يحدث لعددها تغيير أما الإلكترونات التي تدور في المدارات أقل ارتباطا بالنواه لذلك فهي التي يتم فقدها أو اكتسابها بين ذرة وأخرى فالإقسام التي تفقد الإلكترونات تصبح موجبة الشحنة لأن عدد البروتونات يصبح أكبر من عدد الإلكترونات في حين أن الإقسام التي تكتسب إلكترونات تصبح سالبة الشحنة لأن عدد الإلكترونات يصبح أكثر من عدد البروتونات نحن نعلم أن الشحنات الكهربائية المتشابهة تتنافر والشحنات الكهربائية المختلفة تتجاذب كما أن الإقسام المشحونة السالبة أو الموجبة تتجاذب مع الإقسام الغير مشحونة أو المتعادلة مفهوم المجال الكهربائي مهارة عملية 2 إلى 1 استقصاء المجالات الكهربائية نقوم في التجربة الأولى باستقصاء المجال الكهربائي بين لوحين فلزيين مشحونين يتم توصيل أدوات التجربة كما بالصورة حيث نستخدم شريحة من الذهب أو الألومنيوم مشحونة ومثبتة على عازل نسميها بالمجس نقوم بتحريكها بين لوحان فلزيين مشحونان لاستقصاء عدة من العوامل ألف تأثير تحريك المجس من لوح إلى آخر ب تأثير تحريك المجس من مركزي اللوحين باتجاه حواف فهمة جيم تأثير تغير فرق الجهد الكهربائي بين اللوحين دال تأثير تغير المسافة بين اللوحين حيث سنلاحظ من التجربة النقاط التالية واحد عند زيادة فرق الجهد الكهربائي بين اللوحين تزيد شدة المجال الكهربائي أربعة عند زيادة المسافة بين اللوحين تقل شدة المجال الكهربائي نقوم في التجربة الثانية باستخدام حبيبات من السميد أو أي مادة مشابهة لها بحيث ننترها عشوائياً بين فلزيين مشحونين ومتوازيين حيث عندما نقوم بتوصيل التيار تصطف حبيبات السميد على شكل خطوط مستقيمة لتظهر مجالاً كهربائياً منتظماً بين اللوحين الفلزيين المشحونين والمتوازيين ترجمة نانسي قنقر ونستنتج من الاستقصاء أن أي جسم مشحون يتأثر بقوة في مجال كهربائي ونعرف المجال الكهربائي بأنه المنطقة التي يتأثر فيها جسم مشحون بقوة كهربائية والمجال الكهربائي هو مجال قوة وهو منطقة من الفضاء يتأثر فيها جسم ما بقوة قد تكون هذه القوة جاذبية أو كهربائية أو مغناطيسية أو غير ذلك ومن الاختلافات الرئيسية بين المجالات الكهربائية والمجالات المغناطيسية والمجالات الجاذبية هي 1- المجالات الكهربائية تؤثر على الإجسام المشعونة كهربائيا 2- المجالات المغناطيسية تؤثر على المواد المغناطيسية والشحنات الكهربائية المتحركة فقط مثل التيار الكهربائي 3- المجالات الجاذبية تؤثر على الإجسام ذات الكتلة 4- تمثيل المجالات الكهربائية 5- نرسم المجالات الكهربائية على شكل أسهم بواسطة خطوط مجال بحيث تكون الأسهم خارجه من الشحنة الموجبة وداخله في الشحنة السالبة 5- ويدل تقارب الخطوط وكثافتها على شدة المجال الكهربائي 6- كما يدل تباعد الخطوط وقلتها إلى ضعف المجال الكهربائي 7- تكون الخطوط مستقيمة ومتوازية في المجال المنتظم 8- وهو المجال المتكون بين لوحين متوازيين مشحونين بشحنتين مختلفتين 8- وذلك يدل على ثبات شدة المجال الكهربائي عند جميع النقاط في المجال المنتظم 9- تكون الخطوط شعاعية متباعدة في المجال الشعاعي 10- والذي ينتشر إلى الخارج في جميع الاتجاهات 10- مثل المجال الكهربائي حول شحنة كهربائية نقطية أو كرة مشحونة 10-هادة